يبدو أن الوضع العام في المغرب لن يعرف الهدوء في القارب العاجل فالتضيق الممارس على مواطنيها من جميع الزوايا ينظر بقادم أسوأ فالشارع المغربي بدأ يستعد زخمه الذي تراجع منذ حركة العشرين فبراير رافضا سياسات حكومة عزيزة خنوشة التي تبين اللاحلول باستطاعتها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فهي في واد والمواطن المغربي في واد آخر بحسب مراقبين ضعف السياسي ومؤشرات الاقتصاد المتدنية والأوضاع الاجتماعية المتدهورة ثالث أصبح يهدد استقرار المملكة المغربية معززا بذلك حالة الغضب والسخط التي انعكست على كثرة الاحتجاجات في الشارع من جهتها تحاول السلطات المغربية يائسة احتواء الحراك بكل الطرق حيث يبدو أنه مفتوح على سيناريوهات عديدة موازاتا مع موجة غلاء متصاعدة وتسريح للعمال وتزايد حدة الاحتجاجات المناددة بالغلاء وتدهور دخل العائلات وصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة رغم أنه لم يمر على تشكيلها إلا شهر واحد هي الأخرى تعرف ضبابية في التسير جراء تجاذبات والتراشقات الإعلامية بين الأحزاب السياسية فشل السياسات المتبعة في المغرب بحسب مؤشرات خبراء سيعطل عودة الوضع الطبيعي في القارب العاجل ورغم ذلك تزيد السلطات المغربية من شدة الاحتقان بتجاهلها المطالب الرئيسة للمحتجين حول تطبيق الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم إضافة إلى إطلاق الحريات العامة المحاصرة منذ سنوات وهو ما قد يفتح الباب على تصعيد الحركة الاحتجاجية وصولا إلى إجبار الحكومة التي لا تريد فتح نقاش بخصوص قراراتها على الاستقالة بعد توجيه انتقادات مباشرة لها في تأزيم الوضع في البلاد إنعدام لاستقرار الداخلي وفتح جبهات للتوتر في وقت واحد داخل البلاد لا ترى فيه المملكة المغربية أمرا يستدع حلولا مستعجلة مواصلة ممارساتها واستفزازاتها المعتادة لدول المنطقة فانشغالها بسياستها الخارجية العدائية لدول الجوار جعلها تفشل في تهديئة الوضع داخل البلاد بحسب متابعه